بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين لماذا روسيا بالذات؟ لماذا تقبل أن تلقي محاضرة في جامعة روسية؟ سؤال وجيه وجاءت التعليقات الروس فعلوا وتركوا بوتين فعلوا وتركوا ما علاقتي ببوتين أنا؟ وهل أنا أرتضي فعله؟ حاشا وكل يا بابا يا بني روسيا عدد المسلمين فيها تقريب نسبة المسلمين ثلث يعني 35% أكثر من الثلث وفيها جامعات إسلامية كثير خاصة وعامة ولا علاقة لها ببوتين تلك بلاد فيها حرية وفيها ديمقراطية وفيها اندخابات وفيها 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 لا 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 أنت يترجمون كلامك إلى الروسية لا حول ولا قوة إلا بالله وأنتم تأتون بأجهل خلق الله من أمثال خالد فليج وتترجمون دروسه إلى الروسية وهو إنسان جاهل غير معروف عند العرب أصلا أصلا غير معروف لا أحد يعرفه ويترجم كلامه صباح مساء هذا حلال زلال انظر إلى كمية الدروس لكن أنت في جامعة طيب لأنني أستاذ جامعي أنا أنا أستاذ أكاديمي دكتور أنا فتستضيف للجامعة كما أدرس في كل الجامعات طيب لا 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 أقبل منك هذا طيب ماذا طيب لو حاضرت مثلا في جامعة أكسفورد أو في بريطانيا طبعا نعوذ بالله هذه جامعة الكفار طيب جميل جدا أمريكا نفس الشيء طيب ما رأيك مثلا أن أحاضر في الأزهر الشريف في الجامعة الأزهر كما كنت سابقا أدرس فيه وأحاضر عدة سنوات الأزهر عند السيسي لابد أن يكون هذا بدعا من السيسي هو الذي سلطك علينا طيب خلاص دعك من الأزهر والسيسي ما رأيك أن أحاضر في الجامعة الأموي نعوذ بالله عند بشار الأسد طيب دعك من بشار الأسد ومن طبعا لا أحبه وأبغضه في الله هذا بشار والإظام بشار فقط كلمة قيلة هكذا طيب دعك من هذا ما رأيك في العراق إلى مثلا الأعظمية في مسجد الإمام الأعظم أن أعطي الدرس إذن بدأيين من الشيعة ورعاية معهما أولا الذين يقتلون المسلمين طيب ما رأيك أن نعطيه في الكعبة الشريفة في داخل الكعبة أن نعطيه هذا الدرس في الكعبة الشريفة في الكعبة الشريفة من فتحها لك لا بد أن يكون هذا سلمان بن سلمان فأنت إذن أنت هؤلاء أتوا بك لإفساد الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين الله رضي الله عن ناصر الدين خوجة المعروف عند العرب باسم جحا سأذكر قصته بعد قليل أول تسجيل يظهر لي ربما على الأطلاق كنت أضع على رأسي قلونسوة طاقية وألبس جلباب الذي يسميها للشام قلابية بدون عباء ولا جبة وطاقية جاءت التعليقات من الوهابيين يلبس مثل البزورة البزورة يعني أولاد الصغار لماذا لا تضع على رأسك طيب قلونسوة قال أبدا خلعنا قلونسوة أتيت حاسر الرأسك ما هو الشأن معظم الأساتذة في بلاد مثل تركيا لأن العرف عدم غضاء الرأس للأستاذ الجامعي والحقيقة حينما دخلت إلى كلية كلية يلاوة أول مرة أستاذ كبير استشرته قل تضع العمامة قال في كل تركيا وفي كل جامعاتها أكثر من 120 جامعة لا يوجد أستاذ يضع على رأسه العمامة قلت العرف في الشرع له اعتباره لذا عليه الحكم قد يداره فأتيت وأنا حاسر الرأس قال كيف تحسر رأسك أين السنة وكذا وكذا طيب ماشي أتيت بطاقية أندونيسية وضعته على رأسي حبا في الأندونيسيين وجاءت لي هدية من أندونيسيا جاء بعض الوهابيين السذج وقال هذا يضع الشعار القاديانية طاقية أندونيسية تقريبا ربع أهل الإسلام يلبسها ربع أهل المسلمين في الأرض يلبسون الطاقية يعني حوالي ربع مليار يلبسون الطاقية الأندونيسية لا 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 والعياذ بالله هذا لباس القاديانية في الأسبوع الماضي وضعت العمامة هذه قالوا تشيع الرجل يلبس عمائم الشيعة الله أكبر هذه عمائم السنة على فكرة هذه عمامة بخارة وستمرقند من آلاف السنين يعني ليسا على أقل ألف سنة والناس يلبسونها ولا يخطر في بال أحد أنها للشيعة تختلف شكلا ومضمونا عن عمائم الشيعة تشيع الرجل نعود إلى جوحة كان مع ولده ومعهم حمار فقال لابنه يركب قال لا لا يا صحي يا أبي أركب أنت فركب الأب ومشى حتى وصل إلى جماعة من الناس فقالوا هذا الأب الظالم قاسي القلب لا يخاف الله ولده يمشي وهو يركب سمع مع ابنه مقولة الناس قال تعالي ابن أمرنا لله فترجل وأركب ولده مكانه ركب الولد ومشى الشيخ فمر بجماعة من الناس قالوا يا له من ولد عاق ووالده هذا لابد أن يكون عاق كان عاقا مثله لماذا الله عاقبه في الدنيا كيف يركب الولد والابن كيف يركب الولد والأب يمشي قال لا حول ولا قوة إلا بالله خلاص تعال يا بني نركب معا فركب على الحمار ومر بجماعة من الناس فنظروا إليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انظروا إلى هذين الشقيين ماذا يفعلان بهذا الحمار المسكين كيف يعذبانه هل يحتملهما معا قال تعال يا بني فلترجل فترجلا من الحمار وأتم مشيا على الأقدام وهما يقودان الحمار فمر بجماعة أخرى فقالوا يا لهما من أحمقين يتركان الحمار ويمشي أن يمشي فقال الابنه يا بني ماذا نفعل هل نحمل الحمار إرضاء الناس غاية لا تدرك لذلك لن نرضي أحدا قولوا ما شئتم والجميع لقاءاتنا هي علمية بحتة وأنا أرفض أي سياسة لروسيا أو غير روسيا تنال المسلمين وأدين أشد الإدارة أي قطرة دم تراغ من أي طرف من الأطراف سواء من روسيا أو من غير روسيا لكل معصوم الدم يا أخي ليس فقط مسلم مدام هكذا معصوم الدم يعني بريء لا يحل قتله فكل من يشارك في قتله فهو مجرم وجريء على الله وأبرأ إلى الله تعالى من كل قطرة دم أريقت وأستغفر الله تعالى وإلا ما فعل شيء من ذلك هذا أولا ثانيا يا بابا تسجيلاتي بالآلاف ليس لي ولا لأي طرف سياسي في الأرض وأقف في مسافة واحدة لكن بعض الخير أحيانا يرجح وبعض الشر يأهون من بعض فنحن عقلاء ننظر في حال المسلمين ما هو الأصلح لهم في إنسان صالح وإنسان أصلح نقول الأصلح أفضل وإنسان فاسد والآخر أفسد نقول لا الفاسد أحسن من الأفسد أو أقل سوءا فنحن يا أخي نراعي ديننا ولا ننتمي لأي طرف ودعوا عنكم هذه السطحية وسببها هو سوء الفعل كما قال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمي هم يتبعون دولا تتبع لهم لا والله ما في لا دولة ولا أفراد وحالنا بفضل الله سبحانه وتعالى كما ترون يعني لو كنا هكذا لو كان يأتي الدعم كما تتصورون ما هي دعم يا أخي وبعدين يا أخي في الأولى المحاضرة كانت من بيتي الثانية هنا في هذا المكان الذي يعطي فيه جميع الدروس هذا الذي حصل لا ذهبت ومع ذلك لا أمثن من الذهب إلى أي مكان في العالم ما لم يكن هناك يعني شيء يخالف الله تعالى ويخالف أمره ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ترجمة نانسي قنقر